وعادت عدن إلى خارطة سيطرة الشرعية وسقطت رهانات النفوذ الإماراتية ومشاريع التقسيم عودة تكاد تشبه تحررها من سيطرة الميليشيا الحوثية في يوليو من العام 2015 أربع سنوات ضلت العاصمة المؤقتة فيها بعيدة عن الشرعية اليمنية ومرتعا لمشاريع خارجية ومناطقية أرادت ابتلاع اليمن في غمرة حربها مع الميليشيا لكنها اليمن ذلك التضافر بين التاريخ والجغرافيا الحية التي لطالما ابتلعت مشاريع الغزاة وذابت في طياتها المشاريع اللوطنية عودة عدن اليوم تمثل مرحلة جديدة في تاريخ اليمن إنها بمثابة إعادة الاعتبار للوحدة اليمنية وتخليصها من أياد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتاجرين بحقوق الجنوبيين السياسية والحقوقية مرحلة تستلزم أيضا عودة الشرعية وإعادة بناء نفسها بما تفرده طبيعة المرحلة القادمة كحكومة تحرير بعيدا عن الفساد والترخل الذي أضعف أداءها ومكن أصحاب المشاريع اللوطنية من اللعب على تلك المساحة المليئة بالضعف والفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر